رحمة الله الرحيم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثاني واللغاة أهلا وسهلا بكم على منصة البث المباشر التابعة لوزاة التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية النهاردة إن شاء الله هنكامل الليسون نومبر سيفن اللي هو بيتكلم عن الميجر أوف the angle between two straight lines طبعاً الام أو الجول بتاعنا by the end of this lesson the student should be able to find the measure of the acute angle between two straight lines طيب ها أخد الرول الأولانية الفرس رول بتقول لي إيه بتقول لي إف ثيتا عندي لو أنا عندي line L1 اللي هو اللين ده وline L2 وline L2 between them measure of angle ثيتا أو angle عنده اللي هي ثيتا 1 مع L1 اللي هي ثيتا 1 دي وثيتا 2 اللي مع L2 طبعاً عارف السلوب بتاع line ده اللي هو تانجنت ثيتا 2 طب وده تانجنت ثيتا 1 اللي بدا M1 وده M2 عشان أجيب الثيتا اللي عندي بطبق الرول دي تان ثيتا بتكون absolute الابسوليوت فاليو دي بتعمين M1 مينس M2 over 1 plus M1 plus M2 بس بشارط إن الثيتا تكون acute angle between zero وباي أوفر طول اللي هي 90 طب الام 1 احنا قلنا تان ثيتا 1 والام 2 تان ثيتا 1 هو رول ده اللي انا بطبقه خلاص طبعاً التان ثيتا التيتا انا بقول acute يبقى انا عارف حسب الاستيكول بتاع ان هما التان والكوسين في وطبعاً التان بوزتيف في لكن انا اقول هنا ان التيتا عندي acute angle ففي شوية نوت بتقول لي if the tangent is positive then we between acute angle آه ده والله لو انا التان بوزتيف يبقى هي في الفرس دي كواتراند يبقى الثيتا بتاعتي acute angle ماشي طب لو التانجنت تانجنت is positive يعني تان ثيتا is positive positive number يعني طب لو التانجنت تان ثيتا عندي تان ثيتا ايقوال زيرو في الحالة دي آه then the measure of the included angle is zero يبقى في الحالة دي الانجل اللاين بتاعي بيميل على ال positive x direction بانجل الثيتا بزيرو الثيتا في الحالة دي بزيرو طيب آه الزيرو then في الحالة دي م1 equal m2 and the two straight lines are parallel or consistent يبقى الاتنين هما الاتنين parallel أو consistent طيب لو التانجنت is undefined يعني تان ثيتا تبقى one over zero مثلا undefined عدد على زير بس number not equal to zero then the measure of the included angle is كام 90 في الحالة دي آه الثيتا دي هتبقى 90 عندي الثيتا دي هتبقى 90 معناها انه vertical vertical line طيب vertical line معناها ايه معناها ان two lines are perpendicular يبقى m1 في m2 ها هيكون ب negative 1 اللي هو product of their slopes طيب 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 ما ايه الانجل اللي بينهم 90 طيب لو اللي هو ايه يقولي the measure of the acute angle between the two straight lines whose slopes يبقى دي m1 m1 equal negative 3 over 4 طيب و m2 m2 equal negative 7 طيب في الحالة انا عندك m1 و m2 انا عايزك 10 ثيتا يبقى 10 ثيتا equal absolute m1 minus m2 over 1 plus m1 m2 واحد يقول لي لازم تكون حافظه الرول اه طبعا لازم تكون حافظه طيب انت بص انت لو رجعت كده للرول هتلاقي الا الكلام اللي احنا بنقوله طيب ماشي طيب انا m1 minus m2 على one plus اعود بقى يبقى absolute negative 3 over 4 اللي هو m1 negative 3 over 4 minus negative 7 تبقى plus 7 عشان minus في minus تبقى plus one plus m1 negative 3 over 4 times negative 7 طيب الكلام ده طبعا كله ممكن اكتبه على الكالكوليتور واشوفه يطلع بكم طيب اه ممكن احسابه عادي 7 minus 3 over 4 تبقى absolute 6 and the quarter تقريبا يعني 6 and the quarter هنا طيب وتح هيبقى one plus طبعا 3 في 7 between 23 times 7 negative negative positive و3 times 7 by 21 over 4 طب 21 over 4 ده 4 over 4 اللي فوق طبعا انا ممكن اقول 6 and the quarter دي معناها 4 times 6 24 plus 1 25 ها over cam 4 4 plus 21 يبقى 25 over cam over 4 الله ده ده هو ده يبقى ده هو ده يبقى معناه كده equals cam absolute 1 اللي هو one طب لما 10 فتا equal 1 طب انا عارف ان 10 45 هي equal 1 او اعمل shift 10 shift 10 ها 1 هتطلع لي 45 يبقى اختار اللي جابة c ده تطبيق مباشر طيب انا لازم قاعد يحسب بالدماغي لا امش لازم تحسب بالدماغك انت لو معك يبقى العملية سهلة والموضوع بسيط ان شاء الله طيب السؤال التاني السؤال التاني بقول لي ايه السؤال التاني هنا بقول لي طيب انا عشان اجيب 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 انا عايز موان بكام ومو بكام طيب الاموان انت عندك ايه هنا ده عندك طيب انت عندك السلوب بيسوي ايه بيسوي نيجاتي الكو افشيان اف اكس اه اف 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 واي طيب يبقى ام اون ده معناه ام اون ايكوال بالنسبة لال اون مين الكو اف اف اكس يبقى لو اف انا في الحالة دي في الحالة دي اقول ايه يبقى انا اقول والله الثيتة عندك تان تيتا. الرول بتاعتك absolute M1 minus M2 over 1 plus M1 M2. طب الكلام ده عوض عنه كده. الM1 عندك بهالف اللي هو ده. والتاني بنيجيتيب بهالف minus negative half يبقى minus في minus يبقى plus half. او هنخليه ماشي plus half وخلاص. divided 1 plus M1 اللي هو half طيب مز نيجيتيب half. طيب half plus half تديني 1 up. طيب 1 minus negative 1 في 1 بنيجيتيب 1 over 4. يبقى الكلام ده equal 1 over 3 over 4. الله يبقى الكلام ده equal معامل ده على الكالكوليتور بتاعي طلع 4 over 3. يبقى تان يبقى ثلاثة بتاعتك بكام. هتبقى بشفت تان 4 over 3 واشوفها الكالكوليتور بتاعي واشوفها بكام. يبقى مفاش مشكلة ان انا ايه هقدر اجيبها من الكالكوليتور بتاعي. طيب السؤال اللي بعد كده يقول لي the measure of the acute angle between the two straight lines whose slopes are half and 2 over 9. يبقى انت عندك M1 equal وM2 equal M1 equal half وM2 equal 2 over 9. طيب طيب القانون بتاعك 10 ثيتا equal 10 ثيتا عندك equal absolute M1 minus M2 over 1 plus M1 M2 طيب السيدي. عوض الكلام ده خليك معاه بالكالكوليتور بتاعك طبعا وانت جاهز المفروض بتكون قاعد معاه في الكلاز وورك بالكالكوليتور بتاعك الحالة دي يبقى اقول لك absolute الكلام ده ال M1 عندك بhalf minus 2 over 9 over 1 plus half times 2 over 9 طبعا half minus 2 over 9 انت لو هتشغالها بالكالكوليتور عاصلت بقى 9 minus 4 هدي 9 اهي 9 minus هتبقى 18 2 times 9 18 تحت تحت و9 minus 4 تبقى 5 up وتحت 1 plus 2 تتكانسل يبقى 1 over 9 يبقى في الحالة دي هتبقى 5 over 18 over 1 plus 1 over 9 هتبقى 10 over 9 ده divided ده معناه ان ده الريسيبريكال بتاع ده 5 over 18 times 9 over 10 طبعا 9 مع الـ 18 فيها 2 5 مع الـ 10 فيها 2 برضو يبقى 1 1 يبقى absolute 1 over 4 يبقى في الحالة دي 1 over 4 طب ده تنتيتا 1 over 4 ماشي طب انت تنتيتا تبقى بكام تبقى shift 1 over 4 طب shift 1 over 4 بكام والله هكتب الكلام ده الكلام ده على الكالكوليتور والنتيجة اللي تطلع يبقى النتيجة بتاعتي هي المطلوب بتاعي طيب الكلام ده مفهوش اي مشكلة ان انا اجيب الـ 10 shift تان من على الكالكوليتور بتاعي واحصل على النتيجة النهائية بتاعي طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه اه ان ده مدني الـ vector 4 او الـ vector equation بتاع الـ straight line طب احنا اتفقنا ان لما يكون عندك الـ straight line في r equal a plus k في الـ direction vector يبقى ده ايه و b الـ slope بتاعك كان ايه اه الـ slope بتاعك لو انت عارف الـ direction vector اللي هو كان اسمه a و b لو كان اسم u كان بيستوي بي على ايه يبقى انا بقول له هنا الـ slope equal b over a اللي هو التاني على الاولين طب وبالتالي هيبقى m1 بكام طب و m2 هنا هتبقى 1 over 2 طب خلاص انت عندك m1 و m2 اعتقد ده تبقى الامور بسيطة جدا يبقى تقول لي tan theta equal absolute m1 minus m2 over 1 plus m1 m2 خلاص اقول ده انا كل مرة اكتبه اه عشان نحفظه مع بعض يبقى هنا m1 minus half type one plus m1 negative third times half الكلام ده equal negative half minus third انت لو عملت command denominator او بيستغل بالتالكوليتور بتاعك هتبقى الامور ايه بسيطة جدا ان شاء الله يبقى هنا absolute انا هشغل عادي هقبول يبقى يبقى هنا 2 في negative 2 minus 3 يبقى minus 5 وهنا 1 minus negative 1 1 over 6 طب يبقى الكلام ده فوق negative 7 negative 3 هنا آسف يبقى negative 5 over 6 over 1 minus 5 over 6 الله طب ما داع على ده هتديني 1 يبقى absolute negative 1 اللي هو equal كام equal 1 عشان absolute بتاع negative يديني ايه يديني post طيب في الحالة دي في الحالة دي طبعا طالما 10 1 يبقى انا هعمل 10 1 تطلع بكام تطلع 45 ودي اكتو انجل يبقى انا اختار الاجابة بي طبعا انا لو معي الكالكوليتور بتاعي هيوفر لي خطوات الحسابات بتاعك ما فياش مشكلة ان انا احسب بتاع الانجل لو ما معيش الكالكوليتور بتاعي بابدأ اقول له والله بطلع النتاج بتاعتي وبعد كده ايه لما اجيب الكالكوليتور بتاعي باحسب كل القيم اللي انا محتاج اعتقد المسألة بسيطة ومفاش اي 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 مشكلة ان شاء الله يبقى انا كل الحكاية عشان اجيب انا اهم حاجة عندي ان انا احسب بتاع الفيرست لاين والسلوب بتاع وإيه تاني وطبق الرول بتاعتي وعمل شفت تاني طلع للحل بتاع طيب يبقى اهم حاجة ان انا مكون عارف طيب بقول لي هنا السلوب بتاع الاولان اللين الاولان 6x minus 3y plus 5 ده اقوال ده جنوال 4 طيب السلوب بتاع m1 اه ده negative coefficient of x over coefficient of y يبقى negative 6 divided negative 3 احنا قلنا negative coefficient of x d6 يبقى negative بتاع negative 6 divided by coefficient of y هو هو نفس النمبر المكتوب هنا negative اكتبو negative طيب negative negative positive 6 divided 3 بقى كام يبقى انا في الحالة دي m1 equal to طيب و m2 هو اللي اصلا السلوب بتاع اللين التاني equal third طيب يبقى تان ثيتا بكام يبقى انا عندي ثيتا equal absolute m1 minus m2 over 1 plus m1 m2 طيب اعوض الكلام ده يبقى هيبقى هنا plus او minus اسف عشان الرؤوس بتاعتي minus third one plus m1 اللي هي two time third طيب الكلام ده برضو بكتبو كله على calculator ثم minus third يعني وقت اثنين مواس تلت يعني واحد وتلتين يعني يعني هيبقى ثلاثة وفوق five طيب وهنا one plus two over three برضو one plus two over يعني تطلع يطلع absolute one تطلع بكام وان احنا حالين لما مرة لما تطلع بان يبقى اللي هي تطلع بكام لان احنا حافظين يبقى الاجابة بتاعتي الاجابة دي طيب انا من غير كالكوليتور بشتغل اه بشتغل بس طبعا لما يكون tangent of the angle حاجة famous بالنسبة لي 30 ولا 45 ولا 60 الحاجات دي انا حافظها لكن لو مثلا 12 28 يبقى لازم استخدم بتاعي to get the final answer طيب بعد كده برضو بقول the measure of the angle between the straight lines whose equation are x equal 3 الله طب اللاين التاني y equal 4 طب انت من خلال كلامك كده انت لو رسمت 2 lines دول x equal 3 يعني هتيجي عند 3 كده وترسم و و و و و و ده y equal 4 و ده x equal 3 طب هما الاتنين كده ما لهم ده vertical و ده horizontal line طب الانجل اللي بينهم تبقى كام لا عليك من غير m1 ولا m2 تبقى الانجل اللي بينهم كام 90 تاني انا هنا مش محتاج اللي بغولة عشان اطبقه واوصل اللي انا اللي انا اعايزه ازاي انت بتقول لي اللاين الاولاني x equal 3 طب x equal 3 ده اللي هو vertical line وطبعا اللي سلوب بتاعه اللي هو هيبقى undefined ماشي طيب واللاين التاني y equal 4 طب y equal 4 ده horizontal line عند y before تمام طب ما هما الاتنين طالما vertical horizontal يبقى هما make right angle يبقى هما الاتنين perpendicular يبقى measure of the angle between them 90 ديجريز يبقى انا مش محتاج اجيب m1 ولا m2 طبعا ليه لان vertical line ده ال m بتاعه undefined عشان فعاوض بي طب وده اه ده السلوب بتاعه equal zero لان مجيب m1 مثلا وم2 بزيرو طب وما جا عوض بقى هقوله zero plus undefined ولا zero times undefined انا مش حرف حسن الحساب دي لكن انا عن طريق الفهم ان x equal three the vertical line وده horizontal line يبقى measure of the angle between them is 90 degrees طيب برضو هنا بقول find the measure of the angle between the two straight lines طب two straight lines دول انت مدهم لي في اي شكل اه ده مدهم لي في اللي هو r equal a plus t ال parameter u او q q مين ال u ده ال u اللي هو direction vector اللي ما حضرش ال class اللي فات يبقى ده ال u direction vector يبقى انا عندي u one اللي هو vector الاولان four with three طب لما عرف vector direction vector يبقى تقدر تجيب slope slope اللي هو m1 اللي هو بيساوي b على a احنا كنا بسمي dه a b يبقى 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 انا ممكن اوصل لكلام ده ايه تاني اقول والله يبقى m1 طالما عندي direction vector يبقى b over a طب يبقى m1 by three over four طب وانت عندك هنا m2 m2 بكام اه برضو بيعلى b over a يبقى negative one over seven طب ما انت عندك two slopes are two numbers يبقى يبقى تانجنت theta equal absolute m1 minus m2 over one plus m1 m2 طب عوض يبقى m1 by three over four minus في negative تبقى one over seven تحت one plus three over four times negative one over seven انا مميش calculator فانا بحسب بدماغي شوية حاجات four times seven twenty eight three times seven up twenty one وfour هنا واعمل تحت one minus عشان positive negative over twenty eight طيب انا اللي فوق ده هيبقى twenty five over twenty eight واللي تحت يعني twenty eight minus twenty eight والله هيبقى برضو twenty five over twenty eight الله ده يطلع بone برضو يبقى في الحالة دي تان ثيتا بكام بone لان ده هو ده طيب يبقى ثيتا تبقى شفتي تان وان انا سمع ناس بتقول لي ده تطلع بfort five دي جريز لان احنا حلناها ثلاث اربع مرات النهار ده يبقى انا مفيش مشكلة ان انا اتو get the answer اللعن ده طيب ماشي باردو نفسي كلام بولي find the measure of the acute angle between the two straight lines طيب انت عندك اللعن الاولان اده general four يبقى تقول اللي slope بتاع m1 the negative coefficient of x coefficient void يبقى negative one over five طيب ال line التاني في vector equation يبقى عندي u direction vector يبقى b over a يبقى m2 equal one over four طيب عوض دي cd tangent theta equal absolute قول معايا m1 minus m2 طيب ماشا عوض كده معايا absolute m1 negative one over five minus one over four حلو جميل على one plus negative one over five times one over four معاك calculator اكتب الكلام ده كله جوه الabsolute انت عندك key للabsolute value تكتب ده كله بيطلع لك الرقم لكنه انا للأسف لمعيش calculator الوقتي فطبعا negative four as minus five اللي هي negative nine over twenty ودي هتبقى one minus negative one over twenty طيب ماشي negative four over دي هتبقى negative nine over twenty وطبعا طبعا دي twenty over twenty فتطلع nineteen nineteen over twenty طبعا التوينتي هتروح مع التوينتي يبقى absolute negative nine over nineteen والله هتطلع nine over nineteen اعمل shift تاني بتاعتك shift تان تيتا اللي هي nine over nineteen لو احنا حاسبين صح لو انا حاسب غلط ما عليش بقى راجع الكلام ده تاني على الكالكوليترو بتاعك بس ان شاء الله يكون صح يعني negative one over twenty one over twenty nineteen over twenty واللي فوق negative four negative nine over twenty هتطلع ان شاء الله مزبوطة nine over twenty واشوف الانجل بتاعتي بتطلع بكام هنا السؤال اللي بعد كده هو بقول if the measure of the angle between the two street lines L1 و L2 طب L1 مديني general form و L2 general بس كده لك ان في K هنا بس هو قال داني الانجل ب 45 يبقى هات the value of K طب ما ده سهلة يبقى انت الاول كان بيدينك two lines ويطلب التان ثيتا وطلع منها ثيتا ب 45 طب ما انا عندي تان ثيتا تان 45 one يبقى طب و M2 هيبقى الcoefficient of X negative one over K خلاص انت عندك M1 و M2 اه عندي M1 و M2 طب وعندك التيتا بكام 45 يبقى تان ثيتا بكام تان 45 اللي هي بوان طب انت اكتب القانون بتاعك وعوض في تان ثيتا equal absolute M1 minus M2 over كام يا شباب ايوه طيب عور وضع تان ثيتا هتبقى تان 45 اللي هي تطلع بكام بوان طيب او اكتب تان 45 في اول خطوة هنا absolute M1 ب half minus في negative هتبقى plus one over k over one plus half times negative one over k طيب الكلام ده معنى ايه معنى one equal absolute value طبعا انت عندك هنا هنعمل command denominator هنضرب كيف two دف ده يبقى two k تحت واضرب k up هنا يبقى k plus two up طيب وتحت هتبقى one minus one over two k طب برضو هعمل command denominator تحت يبقى one equal absolute فوق k plus two over two k ما فيش مشكلة طب وتحت هنعمل two k command برضو يبقى two k one by two k minus one ده كله equal one طب ما two k دي زي دي ممكن اكانسلهم لانهما الاثنين يعتبر the same denominator او مقلب fraction يطوروا مع بعض يبقى نقص اللي فوق اللي تحت يبقى ده معناه absolute k plus two over two k minus one equals to one طب لما absolute يساوي one يبقى معنا كده ده اما بساوي one اما بساوي كام اما بساوي negative one طيب انا معلش هنمسح part او هنقول له كده هقول therefore k plus two over two k minus one equal one طيب في الحالة دي or k plus two over two k minus one equal negative one اش معنى عشان احنا عارفين لو absolute k equal one يبقى k equal positive negative one ال k دي ممكن positive one او negative one طب لو هي one هنعمل كوروز multiple blaze عادي يبقى اللي فوق يساوي اللي بتاعت يبقى k plus k plus two over two k minus one equal to one ده معنى ان انا ممكن اقول له k plus two equal two k minus one طيب انا معنى كده ان انا هجمع k مع k يبقى k minus k وودي one ناحية التانية تبقى two plus one يبقى في الحالة دي k equal three يبقى ده اول قيم القيم التانية ممكن اوصل للكلام ده هقول له والله two k في negative one يبقى negative two k و negative one يبقى plus one equal k plus two انقل ال two k الناحية دي يبقى k plus two k one ال two الناحية دي بال negative one يبقى one minus two طيب يبقى هنا three k equal negative one اعمل three يبقى k one over three يبقى كده معنا k one over three او k equal three يبقى انا كده حليت ال ايه ال problem بتاعتي مفيش مشكلة ان احنا نكمل عادي هقول المسألة دي تاني مرة بس نتابع معايا بعد ازنوكو احنا كل الحكاية ال m one m two negative one over k والثي تان 45 بساوي one الone ده بساوي احنا عوضنا m one و m two طلع لي k plus two على two k و two k minus k فتنسلت ده مع ده اللي هو ده مع ده فطلع لي k plus two على اللي هو دي فهي دي المهم عندي يعني انا هي دي طيب ازاي يعني انا لو جيت مساحة الكلام و و و و فصلت هقدر اوصل لان k بي اما ب three اما بني تفتقر في لازم اخد بالي منهم ان انا عشان احدد نوع ترينجل اكور ده اتس انجل اه ال ترينجل ده رايت ولا اكيوت ولا اوبتيوس انجل بحدده هنا على الاطول سايد في اطول سايد في والله لو لجيت ال AC سكوير زي بي ثا كده AC اكبر من AP سكوير يبقى الانجل اوبتيوس انجل طب لو لجيت AC سكوير بل سكوير يبقى انجل طب لو لجيت السكوير بتاع الا صعيد اصغر من بتاع الاثنين تانين يبدا اكيوت بس تفيدني المعلومة دي في إيه؟ طيب وانا عشان أعرف الميجر بتاع الانجل بتاع التريانجل ده ببدأ أعمل والله أنا ببدأ عشان أجيب الانجل يبقى أنا في الحالة دي أنا ممكن تريانجل صغير كلا بس أنا معرفش ده هو رايت ولا أوبتيوس ولا الـ A عندي سكس وفايف الـ B عندي سكس وون والـ C عندي ثري وون طيب إنت عايز تجيب إيه؟ إنت عايز تجيب الانجل ممكن أجيب انجل إيه وأجيب انجل بي وأجيب انجل الـ C تبقى 180 ما أنص A plus B طيب أنا عارف إن الـ A أني ميجر A plus ميجر B plus ميجر C إيقوال 180 بمعلومة فأنا هيكفين إن أنا أجيب بس يبقى أنا عايز أجيب بتاع يبقى M1 ده إيقوال طيب اللي هو إيه؟ عندك 2 points يبقى ده Y2 minus Y1 over X2 minus X1 طيب وبعدين ده Y2 اللي هو 5 minus 1 طيب 5 minus 1 over 6 minus 6 ده يبقى undefined 4 over 0 بعدة undefined undefined يعني ده vertical طيب برضو أطبق القانون يبقى 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 الله ده تبقى 0 على نجد تبقى 0 طيب إحنا لسه قيلين في أول بتاعنا أنه لما يبقى واحد لسلوب بتاعه undefined يبقى ده معناه أنه vertical والتاني لسلوب بتاعه 0 يبقى ده معناه أنه horizontal يبقى معناه كده يبقى معناه كده يبقى يبقى خالص الله يبقى ناقص مين ناقص A يبقى ده ABC آه يبقى أنا جبت بتاع A واحد يقول لي طيب ما كده عندنا ممكن أستفيد بالتريج واشتغل أقول لك آه ممكن تستفيد بتريج بس أنا عايز أطبع الروب بتاع الميجر طيب يعني معناه كده ايه احنا جبنا A B ايه 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 خلاص طيب وبعدين أنا عايز أجيب ميجر A أو C أي واحدة فيهم بقى طيب يبقى لازم يجيب يبقى هقول والله طبعا الآن ده أنا مش عاد هستخدم م هاي بقى بزير طيب يبقى أنا خدت الBCF لل AC بقى السلوب of AC الوا Y 2 minus Y 1 يبقى 5 minus 1 3 minus أو 6 minus 3 طيب 4 over 3 يبقى أنا واحد بزير وواحد بفور over 3 طيب تان سيتا بتساوي ايه عشان نجيب تان سي يعني هيبقى أبسوديوت M1 minus M2 over 1 plus M1 M2 بنعوض عادي خالص في القضوط يبقى M1 عندك بزير minus over 3 هاي over 1 plus M1 0 خلاص يبقى هيبقى كام negative over يعني طب حلو خالص يبقى ميجر C بكام ميجر C هيبقى shift تان مع زرطا ان انت ممكن تستخدم الكالكوليتور وتطلع الميجر بتاعك طبعا هطلع لك في الحالة دي هتطلع مثلا ميجر مثلا 23 أو 60 أو أو طلع الميجر بتاعك كذا هتقول يبقى ميجر ايه ممكن تقول 90 ماينس ميجر C اللي هو طلعت هنا كده يأما تعمل 180 ماينس 90 اللي انت حسبتها دي واحد يقول لي طب انا ممكن اعرف في الطايف of the triangle before solving انا ممكن اجيب side links بتاع التلاتة عشان نعرف نوع right وال obtus وال acute آه ممكن تجيب طبعا طب ازاي الكلام ده هقول لك ازاي انت ممكن ترسم triangle كده ABC عادي ABC لانا ما عرف ده 605 ده 31 C وده 61 ده 5 طبعا تقول AB AB انا عارف انه B minus A AB vector انا عايز norm AB يبقى distance root 6 minus 6 square plus 5 minus 1 square هيطلع روح ده 0 طبعا وده 4 square يعني يطلع 4 جميل يبقى ده طلع 4 طب والBC هيبقى root 6 minus 3 square اللو x2 minus x1 square plus y2 اللو decent rule 1 minus 1 square يبقى 0 برضو هيطلع root 3 square اللو تطلع 3 طب والAC هيبقى root 6 minus 3 square 5 minus 1 2 هيطلع هنا 6 minus 3 square plus 4 square آه يطلع root 9 plus هنا هيبقى root 9 plus 60 آه ده هيبقى كام root 25 هيطلع 5 أنا عندي 1 3 1 4 1 5 ما أنا عارب أن ال ab square في الحالة دي هيبقى 25 و ab square هيبقى 4 square اللي هو 60 طب والbc square هيبقى 3 square اللي هو 9 طب ما أنا عارف أن 9 plus 60 هي نفسها مين 25 يعني ac square هيساوي ab square plus bc square الله دي بقى ac d hypotenus صح abc ac هو hypotenus الله يبقى لازم measure angle b تبقى كام يبقى measure angle b 90 degrees يبقى لأنا اي اللي احنا استنتجده من الاول بس هنا عن طريق مين distance rule واحد يقول لي طيب يا مستر انت ممكن اعمل حاجة بسيطة كده بعد ما عرفت distance rule وعرفت اني دي 90 كده وقلت ود 3 ود 5 اعضر اقول ه تان سي اقول تان سي بتساوي على طول اه ممكن تعملها بقى تطلع لك الانجل بتاعتك طب هتبقى بتاعت ال اي ب تري اوفر فور برضو اقول الميجر انجل اي هتبقى تان ها تري اوفر فور وطلع تان اي يبقى انا عندي وجبتي دي بالكالكولياتور يبقى انا دخلت مع بس ايه المشكلة ان انا لو المسألة تشوز او خلافه لكن لو المسألة وهو عايز استخدم الميجر بتو يبقى انا في الحالة دي اقدر استخدم الرول بتاعت اللي هي تان ثيتا بتسوي ام وان مينس ام اتو طبعا ام وان مينس ام اتو على ام وان ام 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 اتو نفس المسألة انت الريق انت تحلها بس هنا طالب مني الاريا طبعا انا عارف الاريا البطرانجل abc الاريا البطرانجل abc انا كمعلومة يعني لو انا اخدت الab في مثلا الac يبقى اقول فين في نفس الانجل الانجل اللي بين ab و ac اللي يحص ايه انت خدت ab و ac انا اي بي سي اهو. انت خدت اي بي و اي سي يبقى في صين اي. ده رول يبقى انت لازم تجيب طول اي بي و طول اي سي. طب انا ممكن اجيب الاريا من غير ما اجيب اه طبعا. انت هتجيب الديسنس رول للاي بي. ها الاي بكام عندك? طب والبي يبقى طب والتانية اهي. طب يبقى روت الكلام ده. الله ده تبقى يعني يعني هتبقى بس يعني ممكن تقول ماشي يا سيد. طب والاي سي اللي انت عايزه ها هيبقى روت فين الاي والسي? والسي اهي. طب هات 4 minus negative 6 يبقى 4 plus 6. والسقوير بلاس ها. 3 minus 4 يبقى 3 minus 4. والسقوير. يبقى هنا 100. بلاس 1 يبقى 101. طب يبقى الاريا افترانجل ايقوال يبقى. بس انت لسه الانجل اي ما جبتهاش. طب يبقى لازم تكمل. اني جيب البي سي بالمرة. اللي هو روت كان بقى سيدي. البي سي يبقى negative 1 minus negative 6 يبقى negative 1 plus 6. ها. احنا هنا negative 1 minus 6. و 1 minus 4. يبقى روت هنا 5 square ب25. ودي 3 square تبقى ب9. طبعا هتبقى روت كام? 5 plus 9 14 وهنا 3. انت ملاحظ 29 و 34. طبعا ال 101. دي تديني ال AC square. هلا ده هتبقى الانجل دي اوبتيوس. اللي بتقبل ال AC. يبقى انجل ب اوبتيوس. هتبقى اوبتيوس انجل. طبعا يعني A acute والCA اكت. يعني التريانجل بتاعك ده يبقى مرسوم بالمنظر ده. ادي ال A ودي ال AC. طب انت عشان تجيب صين A بقى عشان تكمل. انت ده موجود عندك اهو. وال AC هو موجود عندك اهو. طب والصين A بقى لازم تروح تجيب تاني A. طب اجيب تاني A ازاي? بقى لازم اجيب سلوب بتاع ال AB و سلوب بتاع ال AC. وبعدين اعود في القوانين بتاعتك. ازاي? تقول لي يا CD ان M1 اللي هو الاسلوب OF AC. اللي هو Y2-Y1 على X2-X1. طب فين ال A والC اهي? ال A اهي والC اهي. طب فين ال Y1 ال Y2 اهي. 3 ودي 4. يعني اقول له 4-3. طيب واللي negative 6 انا بدأت من D. يبقى هبدأ تحت negative 6-4. طيب تطلع 4-3 1 over negative 10. تطلع negative 1 over 10. طب والسلوب اللي هو M2. الاسلوب OF مين? انت عايز ال AB? عشان احنا قلنا عايزين انجل A. طيب برضو عايز ال AB اهي. يبقى 1-3. over negative 1-4. negative 1-4. يبقى negative 2-4. over negative كام 5. طيب اطلعته over 5. يبقى اقول له 10A. 10A equal كام بقى absolute M1-M2 over 1 plus M1-M2. بعدين اعود يسيدوا وابده استخدم الكالكوليتور بتاع negative 1 over 10. minus 2 over 5. انا باشتغل اهو. 1 plus negative negative 1 over 10. times 2 over 5. وابدأ اشتغل وطلعت ايه 10A. طب انا 10A. عرفت مجر ايه بكزا? هقول له والله يبقى الarea equal half في الروت اللي انا طلعته في الروت التاني. في صين الانجل بتاعتي اطلع الاريا بتاعتي. وابقى نقص عندي الانجلز. هطبق برضو اجيب ال M3. اللي هي السلوب بتاع ال AC. واجيب ال ايه الانجلز اللي نقص عندي. بكده نقدر نقول ان احنا وصلنا لان احنا نجيب الحاجات اللي انا عايزة. برضو هنا بقول لي. برضو بسيطة هتقول لي والله انت عندك هنا. يبقى M1 equal انت بتاخد ال negative coefficient في اكس يبقى روت 3 على 1 بروت 3. طيب والM2 negative coefficient في اكس. ها ب negative 1 over negative روت 3. يبقى تبقى 1 over root كام? over 1 over root 3. طيب بسيط. انت عندك ده وعندك ده. هتطبق التان سيتا بقى. التان سيتا بتساوي absolute M1. اهو بروت 3. minus M21 على روت 3. ها? 1 plus M1 بروت 3 في 1 over root 3. طبعا الكلام ده معناه. روت 3 في روت 3 طبعا دي على 1. يبقى فوق 3 minus 1 على روت 3 تحت. وطبعا ده تcancel مع ده يبقى 2 تحت. يبقى معنا كده 3 minus 1. هتبقى 2 up على روت 3. على 2 تحت. هذا التو دي فوق ودي التو دي فوق. يبقى هنا 1 على روت 3. يبقى هنا 1 over root 3. طب هو تان مين اللي بـ 1 over root 3. فاكرين. الـ 36 triangle. الـ 36 triangle. كنا بنقول opposite للـ 31 يبقى لهايبوتنا 6 يبقى ده روت 3. التان بتاع 30 opposite على. ها? تان 30 بكام? الـ opposite على 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 الـ adjacent. يبقى وانا على روت 3. الله طب ما هي وانا عقوبة روت 3 دي. يبقى تيتاب كام بـ 30 دي جريز. يبقى أنا ممكن اقتاري 38 دي جريز. اعتقد الأفكار اللي احنا قلناها تغطي كل الأسئلة اللي ممكن تيجي عندي في وبرضو في مسألة تانية انت برضو احنا قلناها قبل كده. انت عندك وعندك دي 2x minus y. لا ديت هنقلها 2x plus y minus 3 equal 0. عشان اجيب الـ negative coefficient of x. اه على الـ coefficient of y. negative 2 over 1 يبقى negative 2. وهنا بـ over 1 الـ M1 بساوي 1 over negative 3. 1 over negative 3 ديني الـ M1. عندك الـ M1 والـ M2 تعاوض وتطلع الانجل بتاعتك ما فيهاش اي مشكلة. بنفس الطريقة هتقول الـ M1 بساوي الـ M1 negative coefficient of x negative 1 over 2. وعندك هنا الـ K في الـ direction vector. يبقى الـ M2 هتساوي 2 over 1. اه اللي هي بـ 2. خلاص عندك ده وده. خلاص احنا قلنا التان سيتا بايه. وتكمل شغلك عادي. بنفس الاسلوب هتكمل المسألة دي برضو. انت عندك M1 هنا. اه M1. بساوي negative 4 over 3. اللي هي B over A. وعندك negative coefficient of x M2 هنا. negative 4 over 3. ده لهم الـ 2 equal. اه ليبقى هنا في الانجل هنا ايه. 0 لأن M1 equal M2. يبقى هما الـ 2 parallel. صح ولا لا يبقى الميجر بتاع الانجل بينهم zero degree. طيب. اه كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ساعدنا بلقائكم. ونتمنى ان نكون قد اسعدناكم. كان معكم مستر محمول سليمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.